السلام عليكم حبيبتي ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية وانتم تفرجوا في الفيديو تالي اليوم اللي راح يكون عبارة عن سلسلة من النصائح وافكار وتدابير مطبخية بصفة عامة اول حاجة نبدأ بها وهي ما هي الوضعية الصحيحة للاحتفاظ بكل مناك خامشيز الجبن كريمة اي شي من هذي الانواع في الثلاجة وهذه من بعد ما نكونوا افتحناها يعني من قبل هنا لبنات ضروري انكم تقلبوها على الظهرها وهكذا باش ما يعملناش ولا ما يوضعش عليه هذيك الطبقة السوداء ولا الاختمال وبالتالي يبقى طازج ولمدة اطول ثانيا وهي الطريقة الصحيحة في الاحتفاظ في البطاطا وسبقنا مدة اطول وهي انك توضعيها لحالها يعني ما توضعوهاش مع البصل هذا خطأ كبير كبير لبنات وبطاطا راح تسوسلكم وتفزدلكم في مدة قصيرة لازم انكم تفرقوهم على بادياتهم البعض كل بصل كل بطاطا ومن الاحسن انكم توضعوا من تحت اما جورنال وجورنال اكيد ما تكونش فيه اية قرآنية يعني ما كلا ندخل في هذا الموضوع راحكم كما تضعفوا هذه الطريقة ولا تستعملوا هذو اللي راني مستعملتهم هذو يعني متشريكاش حاجة جديدة توضع يعني تلقاوهم في الصناديق هذو نشوفهم كذلك رائعين وبهذه الطريقة البطاطا ديالي ما تسوس ليش تبقى لمدة اطول بالنسبة للبانان ولا الموز اذا لكي حبته يبقى لك مدة اطول كما نعرفوه بانه لازم نغطيه هذو الرأس ديالو بالبلاستيك الغذائي لكن هذا الحالو ما يكفيش وهو لانه لازم انك توضعيه الحالو ما توضعيه مع اي فاكهة اخرى هذا راح كذلك ينقص من المدة ديالو ورح يموت لك يعني ولا يفزد لك في مدة قسيرة فكرة واحد اخرى وهي كيفية الاحتفاظ بالكرافز مدة اطول في الثلاجة وهذه عن تجيبتي الخاصة وهي انك لازم تنحي هذا كرافز كرافز بديد طريقة وهذا الرأس اذا كانت عندك جار داختي فانا نقولك انك لو كانت اغرسيه راح ينتج لك اكتر واكتر المهم بعد ما نحلو الرأس ضروري اني نوضعه في الاليمينيوم ونوضعه في الثلاجة ونا نفضل انك ما تغسليش تخليها كده على طبيعته حبيت كذلك انتقاسم معكم هذه الفكرة وهي كيف الشو لافش تحتفظ بسباكيتي ديالك بعد ما الطيب يتبقى لك كمية قليلة اذا ما كانش عندك هذه القرورات الخاصين فانا انا نصحك انك تستعملي هادو تعشيب سنشوفهم فكرة رائعة وعملية وما تاخدش منك البلاس خلاص يعني توضعهم بهذه الطريقة وتحتفظوا بهم اذا كان عندك زنجبيل كمية كبيرة وراكم عارفين هو سواء كان برا ولا في الثلاجة اذا يعني فاتت علي وحدة المدة معينة بالخف يفزد فانا انا نصحك انك تتشريه وترابيه وتوضعي هكذا في ساشي وتحتفظي به في الثلاجة وهكذا كما تحتاجي تجبدي يعني احسن من انه يضيع لك اذا كان عندكم برتقال يعني تشين تمسو فانا ننصحكم انكم ما ترميوش هادو القشور وانما تستفدوا بهم في عدة وصفات لا تحصوا من بينها الحلويات خليه ينشف بعد ما تغسلي هاداك الاشور تخليه ينشف تماما ومن بعد ما ينشف تطحنيه ترديه بوضر وهكذا تحتفظي به في قنينة تكون معقمة وتستعمليه في الحلويات ديالك وتنكهي في الشي اللي حبيتي وعدة اشياء حتى في تعطير البيت اذا كانت عندك كمية من التوم وحبيتي تحتفظي بها مدة اطول فانا ننصحك انك تشري دك توم ديالك او من بعد جيبه قنينة تكون معقمة تقطع دك توم كما كما الفيديو رواضح نوضع والقنينة نوضع فيها التوم ديالي او من بعد نجيب الماء نعم ثلثين بالماء وثلاث نخليها بالخل الابيض والثلاث الاخين نخليه للزيت نباتي ونزيد له كذلك الملح ونغلق عليه ونخليه في الثلاجة هنا لبنات راح يكون عندكم جاهز في اي وصفة تحبوها وفي نفس الوقت يبقى لكم طاجز لمدة اطول اهلا حبيت نفيدكم وننصحكم بوحد المعلومة وهي عن الباطاطا الحلوه خصوصا احنا في الخاج عدنا عدة انواع لكن المشكل ما هي المليحة ما تعرفيش ما هي المليحة انا جيتكم بالطريقة الصحيحة باش تعرفي الباطاطا ديالك الى كمارة كي حبتها تكون حلوة 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 وهي لازم الشكل اللون ديالها لازم اللون ديالها يكون هكذا يكون احمر غامق غامق كمارة واضح في الفيديو والسر الاخر هو بالضفر ديالك تبدأي تحكي في الباطاطا والداخل لازم تكون بيضاء 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 يعني اللون ديالها يكون احمر غامق والداخل اللوب ديالها يكون ابيض هذا النوع اللبنات هو النوع الرائع للباطاطا الحلوه واللي جيك حلوه ومع اس لكم ما راح يظهر في الفيديو لانه اذا كانت عندك داخل حمراء في اللبنات نصحكم انكم ما تشاريوش الباطاطا اللي الداخل تكون حمراء لانها ماشي بنينة تدبيره اخرى وهي خاصة بالحلويات اذا خدمت اي كيكة او اي حلوة بقتلك هذه الكريمة الخفف هناك ينحلين اما توضعها في المشروع يجمد او بعد استعمليها كتحلية او كايس كريم وتجي رائعة او كمراني ما شنعملها انا اليوم وهي تجي باي بيسكوي وتحاولي تشكلي بهذا الشكل يعني اه بين طبقة وطبقة نوضع كريمة وهنا تكوني استفدتي منها يعني ووضعتي حلوة ثانية وتجي بنينة وكذلك حتى الشكل ديالها الصراحة يجي راقي واخيرا وهي كيفاش تستفدي من التلوة على القهوة ديالنا يعني بلا ما ترميها كنت اظهرت في فيديوها تسابق عدة فوائد لها ومن بين فوائد اليوم وهي انك تحكي بها الفايوس ديالك اللي بنات اذا حكيتو الفايوس ديالكو ما راح يرجع يبرق بكم ما راح واضح في الفيديو وهنا يكون خلاص الفيديو ديالنا اليوم اتمنى ان شاء الله انه هادو الافكال اللي بختاجتهم معكم يكونوا فادوكم حتى ولو بالقليل واذا عجبكم ما تنسوش بختاجوا الفيديو وهكذا بشتاعهم الفائدة والدعمونا لبنات باللايكات ازدياكم حاولوا توصلوا هذا الفيديو لعدد كبير كبير من اللايكات ومتسكين عليكم في هذا الشي والحين واش نقولكم تبقوا على خير ولا نطلق في فيديو اخر ان شاء الله باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة